عايز بس اقول حاجة النهاردة فيما يخص مباراة الزمالك وسموحة زمالك خسر النهاردة والجوزي جوميز تحمل المسؤولية في المؤتمر الصحفي وقال كده في التصريحات وقال ان انا اتحمل مسؤولية ان انا عملت غيرات في التشكيلة وان انا ديحت بعض اللعيبة وان انا غيرت اماكن بعض اللعيبة تحمل المسؤولية وواضح جدا انه كان بالنسبة لمباراة السموحة اكيد مش اهم من مباراة نهارة بركان وان كان وان كان من جانب اخر ربما يعني أثرت على حظوظ الزمالك شوية في المنافسة على ذلك بدوره إن كان لسه بدري والزمالك كان بعيد قوي وقرب وبعد كده بيبعد تاني النهاردة بس يعني الحكاية لسه فيها الحكاية لسه فيها بالنسبة نادي قال زمالك بكل تأكيد هو كان بيفكر في مباراة ناعدة بركان بس مش هو الوحده بصراحة أنا النهاردة بالنسبة لي لقطة اليوم أو لقطة الأسبوع كمان هي لقطة جماهير نادي الزمالك بعد المباراة عادة جمهور عاطفي بيكسب بيفرح بيخسر بيزعل طبيعي ده جمهور الزمالك بعد نهاية المباراة والزمالك خسرا بهدف دون رد يحيي اللاعبين واللاعبين بيذهبوا وكان المنظر أكتر من رائع علي الصوت شوية بقى أفريقيا يا زمالك جمهور الزمالك كان يهتف بعد المباراة أفريقيا يا زمالك خلاص دوسوا على الصفحة دي خسرنا من سموح النهاردة بس المهم دلوقتي أفريقيا والفوز على ناعد البركان ذهاب الإيابة والفوز بالكونفيدرال الأفريقية ده وعي ده احترام ده جمهور نادي الزمالك وكعادة جمهور نادي الزمالك جمهور واعي مفاهم ومساند وداعم لفريقه في الضراء قبل الصراء مش هضراء جلزة ما تقوم بيزبالي ده لقطة الأسبوع اشتركوا في القناة